الذكاء الاصطناعي فعلها والخطر أصبح حقيقة طائرة بدون طيار تعمل بالذكاء الاصطناعي ومبرمجة لتدمير أنظمة الدفاع الجوية تتمرد على الأوامر وتقتل مشاغلها البشرية إذا لم تدرك بعد مدى خطورة الذكاء الاصطناعي فاعلم أن أقوى دولة عظمى في العالم حاليا الولايات المتحدة الأمريكية في صدمة كبيرة بعدما قامت طائرة درون بدون طيار تعمل بالذكاء الاصطناعي بقتل مشاغلها البشري كشف مسؤول في سلاح الجو الأمريكي إن طائرة درون بدون طيار تمردت وقتلت مشاغلها البشري فقد جرى تكلف الدرون بتحديد وتدمير مواقع للصواريخ تحت إشراف مسؤول بشري وهو من سيقرر في النهاية بشأن تنفيذ الهجوم لكن النظام الذكاء الاصطناعي أدرك في وقت من الأوقات أن الشخص يقف في طريق تحقيق هدفه وقرر بدلا من ذلك القضاء عليه نقلت صحيفة أندبندة البريطانية عن الكولونيل تاكر هاملتون رئيس اختبار عمليات الذكاء الاصطناعي في القوة الجوية الأمريكية كنا ندرب الطائرة على تنفيذ مهمتها بعد أن يقول المشاغل البشري عبارة نعم التي تفيد الموافقة على الهجوم لكن الدرون انقلبت ضد مشاغلها البشرية وقتلته لأنه كان يمنعها من تحقيق هدفها ولم تكتفي بذلك فقط بل قامت بتدمير برج الاتصالات الذي يستخدمه المشاغل لتواصل مع الطائرة بدون طيار لمنعها من تدمير الهدف العملية كانت عبارة عن اختبار محاكاة لكنها بدت وكأنها لقطة من فيلم للخيال العلمية وللأسف بعد هذه الواقعة تم تدمير الدرون على عدم إذاء مشاغلها البشرية وحذر تاكر هاملتون وهو طيار اختصاصه اختبار المقاتلات من الإفراط في الاعتماد على الذكاء الصناعي وقال إن الاختبار أثبت بشكل قاطع أن من الصعب التحدث مع الذكاء الصناعي الذي ينفذ ما تم تكلفه به بشكل آلي حيث يتبنى الجيش الأمريكي أنظمة الذكاء الصناعي واستخدمها مؤخرا للتحكم في طائرة مقاتلة من طراز F-16 جاء حديث هاملتون خلال قمة القدرات القتالية الجوية والفضائية المستقبلية في لندن في مايو إلا أن المتحدث باسم القوات الجوية الأمريكية نفت وقع أي حوادث معللة بأن القوات الجوية الأمريكية لم تجري أي محاكاة من هذا النوع مؤخرا انتشر الخبر على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مما أدى إلى مقارنة مخيفة مع سلسلة أفلام التورمينتور أن الألات تشاغل صانعها في حرب شاملة وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتطور من خلال استراتيجيات غير متوقعة للغاية لتحقيق هدفه وقد حذرت ورقة بحثية أصدرها خبراء في الذكاء الاصطناعي في المجالين الصناعي والأكاديمي صدرت بعنوان الاستخدام الضار للذكاء الاصطناعي التنبؤ والوقاية والتخفيف من أن هذا القطع سيؤثر سلبا على الجنس البشرية وسيؤدي في لحظة ما إلى أضرار جسيمة في عدة جوانب حساسة في حياته واعتبرت الدراسة أن الاستخدام المزدوج وقدرة الأجهزة التقنية على اتخاذ ألاف القرارات المعقدة في الثانية الواحدة يمكن استخدامها في النقيضين إما منفع أو إذاء الناس ويعتمد ذلك على شخص الذي يقوم بتصميم النظام فمن بين أبرز اتجاهات التكنولوجيا المقلقة وفق خبراء الروبوتات الواعية هي قادرة على تطوير مشاعر وعواطف كما أنها تستطيع اتخاذ قراراتها بنفسها وتنفيذها ويحذر خبراء من خطر هيمنة هذه الروبوتات واحتمال رفضها مستقبلا تنفيذ أوامر البشر بحيث ستكون أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقبلية قادرة على تطوير سلوكيات غير متوقعة بعد تحليل كمية كبيرة من البيانات وقد أصبح هذا ممكنا لأن أنظمة الذكاء الاصطناعي تولد الكودة الخاصة بها وتوجهه مما قد يحولها إلى أسلحة مستقلة وروبوتات قاتلة كذلك تقنية دمج الإنسان والآلة فرغم الفوائد تحديدا الطبية منها التي يمكن أن يحققها دمج الآلة والتكنولوجيا في جسم الإنسان يحذر خبراء من أثر تطوير إمكانات الذكاء الاصطناعي على نحو يتيح ربط الدماغ بالحسوب وإساءة استخدامه في المستقبل للتحكم بالبشر وحذر تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الشهر من أن 83 مليون وظيفة ستختفي بحلول عام 2027 بسبب استيعاب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يقول التقرير أنه يمكن استبدال جميع الوظائف بما في ذلك صرفوا البنوك والسكرتارية وموظفوا البريد إذا أعجبكم محتوى قناتنا يمكنكم دعمنا أو الإعلان على قنوات متى عقلك عبر رابط الفان لايك في الوصف أسفل الفيديو